يأكد وزير الدفاع عرفان الحيالي أن تنظيم داعش لم يعد بإمكانه السيطرة على المدن والقرى بعد الخسائر التي مني بها خلال المعارك الجارية في مدينة الموصل تصريحات الحيالي جاءت بعد وصوله مدينة الموصل ولقاء القادة العسكريين في الجانب الأيمن للمدينة حيث قال إن القطاعات العسكرية تتقدم بشكل جيد وتحقق انتصارات كبيرة في الموصل وضمن خطة قيادة العمليات المشتركة